هاي، انتوا عاديين معي في القهوة مشربتوش حاجة ده ما يصحش برضا عندنا هنا عارفين ايه طبعاً؟ ها طبعاً الزبادي خلاط والتباق خلاط طبعاً ايوه، انزل بالزبادي خلاط بنوع حبيبي أشوفة حبيبي ورجعنا مرة تانية وقهوة أشرف والمشروب الجامج جداً زبادي خلاط فواكه طبقات تفضل تامر ده فيه زبادي بجده هو يوزد فواكه طبقات زبادي خلاط زبادي خلاط فواكه طبقات ونضملنا ما تجملنا بقى معالق كده أو شيوك مثلاً يا سلام تامر ازايك؟ عمليه منور تامر من الناس اللي عملوا مشروع والمشروع ما شاء الله نجح وعمل رد فعلي جميل الحمد لله خريج ايها تامر؟ بكروز تجاره بكروز تجاره جامعة ايه؟ جامل زازيق زازيق؟ فكرت تعمل المشروع ازاي بقى؟ بدأت ازاي؟ البدايات كنت انا مع الوالد في شركة نقل في العاشر من رمضان فبطبيعة الشغل كنت بنزل الشركات احصل يعني من الشركات وكان ليه علاقات فيها فحبيت المكان وانا كنت زي مندوب مثلا؟ لا انا كنت ماسك شركة النقل كنت انزل بحصلت الفلوس التوريد بتاعت شغل العربية وكده النقل فكان ليه علاقات في جامعة الشركات فكنت بطبيعة شغلي كنت بادخل الشركات فكان عندي هواية انا ابص على المكان دي وابص على المكان دي واخد فكرة فمن هنا حبيت ان انا اعمل مشروع ابتديت ادرس في كم مشروع يعني لحد ما استقررت وعملت دراسة كويسة في 2014 اكتشفت ان مصر بتنتج من محصول الطماطم حوالي 7 مليون طن بيتهدر منهم تلتهم حوالي 2 مليون طن لعدم كفاية المصانع انها تسحب كل الطماطم ديت وتحولها لمعجون سلسة الطماطم فعندنا عجز بنستورد من بره باركام معجون طماطم من الصين وخلافهم طبعا عندما جهزت الخط الانتاج وجهزت المصنع وقفت على سيول التشغيل فلجأت الفلوس خلص الفلوس خلص لجأت بقى الجهاز تنمية المشروعات حاليا كان السندوق الاجتماعي سحبت منه كرد وسحبت منه عربيات للتسويل سحبت كرد وعربيات كرد سيول التشغيل وعربيات للتسويل بتاخد العربيات من الجهاز نفسه؟ من الجهاز بدفع نسبة 30% مؤدم من تمان العربية؟ من تمان العربية مؤدم وبستلم العربية بالتقسيد وقدرت تسدد؟ وليه فوايد مش كده؟ الحمد لله شغلين يعني بشهادة الجهاز من أفضل عمر عندهم ما شاء الله وانت عامل المنتجات بقى صلصة؟ صلصة الطماطم كان بداية شغلنا بعد كده طورنا وزودنا دي بتجيبها من برا؟ وانت تغلفها؟ ولا عاملها هنا؟ لا عاملها تصنيع الخط بتاعي بتاخد طماطم؟ بتاخد طماطم زي ما هي؟ والله بتوردلي طماطم وببتدي أشغل وركز عندي في الفاكيومات أعرف التكة دي؟ لازم التكة دي يعني علموني وما جاء فتح الصلصة إن ما عملتش التكة دي تبقى بايزة يا دي تكت أول مرة بس؟ كبابايزة وهي لو مفتوحة أصلا مش هتقعد لحد ما توصل للمستهلك مش كده؟ طب هي ليه بتبقى ساعات الصلصة كده المسيجية تحطها تحسنها خفيفة بتفضل تدي تاني تبقى خفيفة تدي تاني تبقى واللون حتى ما بيبقاش بالغمقان ده ساعات بتبقى لونها فاتح هل ضعيف فيها؟ ولا ده بيبقى؟ قولنا الأسرار بقى تامر بقى نعم نعم السلصة عبارة عن تركيز يعني لو كان تركيزها خفيف درجة 18% تقريبا فيه 18% فيه 22% فيه لحد 28-30% بتشتغل أفضل تركيز بقى للست البيت ايه؟ أكيد أعلى تركيز إنها ما تيجي رائحة 28-30 أو 24-26 زي المنتج ده ده بيبقى مكتوب مكتوب عليه؟ لازم يتكتب درجة التركيز مع تاريخ الصلاحية اه وصلاحية تقعدت ده بتبقى هنا صلاحية سنة ونصف في المغلف تركيز 24% تركيز 24% وهي فيه 28 فيه 24 فيه 28 وفيه 26 بيختلف الأسعار سدقة دي معلومة أنا أول مرة عرفها ده أول مرة أعرفها ده يعني عشان كده أنت بيقول ايه بيأخدوا حط ما بيديش اللون ما بيديش وفتبقى خفيفة يبقى دي على نسبة التركيز يبقى أي ست بيت تمسك العلبة كده تبص كل أنواع السلسة عليها ده كل أنواع السلسة لازم درجة التركيز مكتوب عليها درجة التركيز دي غير درجة التركيز ده اه دي كان بقى اه دي دي عشرين اتنين وعشرين ما بيقولك تفرق في السعر يا أشرف اه يعني كلما يكون التركيز أعلى طبعا تركز كسافة الطماطم بتقل اه هنا تركيز عشرين اتنين وعشرين اه أعلى طيب انت بتجيب الطماطم بتدخلها المصنع بتتغسل بشكل معين وتخش على حاجة تقوم عصرها تمام؟ الطماطم بيجي بمواصفات معينة؟ بيجي طبعا بمواصفات معينة اه يعني تبقى طرية درجة اللون الطماطم يكون لان الطماطم دي بتتعصر عندي في العصرات كل شيء في الطماطمية بيطلع مع هذا العصير بتاعها فقط يعني فيه طماطم بيترمي معانا عصير بنركز وبتطلع شغل بتكريفة أعلى يا رفعلا فيه طماطم اللي هي الفتحة دي دي ما تنفعش الفتحة دي ونشفة دي اللي بجيبها للصرطة صفعش النشفة بيتطر ان تاخد لون لون ده من غير ألوان؟ اه ده طبيعي ده كله طبيعي اه طماطم صيفي بتديك الدرجة اللون ده طماطم الصيفي هاتركت لقصب يعني دي ما عليهاش أي ألوان؟ غير الطماطم الشاتي طب هيبي بيبقى مكتوب عليه؟ ان مثلا بدون لون او فيها لون برضو لو انا قريت هلأي كده؟ بيبقى في الداتة بتاعتها بدون ألوان او مكسبات طعم و لون طعم و لون اه دي سعرها كام بتتبع في السوق بكام؟ دي بتتبع في السوق يعني تقريبا تسعة جنيه تسعة جنيه اللي شبهها بقى المستورد؟ لا اكتر لا اكتر مستورد باكتر طبعا حاجة و عشرين احنا زيب بالسعر دوت حاجة و عشرين ده عشان احنا بنحاول نعمل اسم